موضوع القرض الياباني برفع الألغام قرض البريطاني الأشياء الخاصة القرض البريطاني القرض البريطاني بقيمة 400 مليون دولار على مدى أربع سنوات هذا القرض طبعا العراق قرار سياسي من الناحية الفنية احنا ما محتاجين قرار سياسي اغذوا القرض وراح يشتغلون به بإزالة الألغام بس يجب أن تكون الشركات بريطانية والمحتوى بريطاني ويتعاقدون مع جماعات عراقية طبعا هذه الجماعات العراقية هم قريبين منهم أو قريبين من جهات متنفذة والمشكلة الأكبر في ملف إزالة الألغام من عام 2015 لغاية الآن يوين ماس اللي تابع المنظمة الأممية التعمل هنا صار فما يقارب أكثر من 200 قليل أكثر 200 مليون دولار مماسحة ومزيلة أكثر من 11 كيلومتر بس أرقام مبالغة بها جدا يأخذون تاسكات بفلوس يقول لك هذا انطيتها تاسك إطلاق يطلع هو حديق يطلع هو جوز مدرسة يعني انطولي وزارة البيئة 48 موقع قال انطولي بيها مهمات نشتغل حتى يسعب بيها في الوسمة 48 طلعت فقط أربع مواقع تستحق العمل بيها مواقع كثيرة الأخوة فيه حقيقة من الجيش العراقي في الحجر الشعبي في الشرطة الاتحادية كلها طخروها كان مكانات اللي هناك وبالأخير لأن ما كندخلوها إلى استمارات هم داخلوا باستمارات واستلموا مكانها فلوس هذا فساد فساد هذا فساد أجدهم مشرعا في العراق والسيكوريتي مالهم أسعار خيالية الحماية مالهم يعني إذا يطلع المسؤول مالهم الساعة بحدود يجوز 2000 دولار أو أكثر